أريد سألك سؤال عام شوية هل اللي بيحصل في الدولة السعودي والصفقات الكبيرة في الدولة السعودي ممكن تخلي الدولة السعودي منافسة للدولات الأوروبية الكبيرة سريعاً؟ هو يعني سريعاً فنياً هتبقى هتاخد وقت لكن هو طبعاً إعلامياً وأن الاسبط هيجي عليه بشكل كبير جداً وده من إحدى الأهداف يعني السبط يجي على التطور اللي حاصل في السعودي في النواحي جميع النواحي يعني وهم بياخدوا في كل مجال شغل عاملين وشغل كبير جداً من ضمنها الدولة لكن فنياً هياخد وقت طبعاً عشان يعلى شوية لأنه نفس الوضع ده حصل في الدورة الإنجليزية لو تفتكر خد وقته وقبل ما استخطب بقى ابتدى الإنجليز كان مقفول على الدورة كان مقفول على إنجلترا وعلى اللي حواليها ويلز واسكوتلندا وأنت أخذ بالك ابتدى التطور عند الرابطة فابتدوا يدخلوا للنجوم ابتدت القوانين تتعدل إلى حد كبير بعد موضوع الاتحاد الأوروبي ابتدى استقدام كان الموضوع ماشي على اللعيبة وعلى المدربين خذ بالك فابتدت المدربين الغير الإنجليز وغير اسكوتلنديين وغير والزيين تغزوا فحصل تطور كبير بس خد وقت لحد ما بقى أحسن دوري في العالم طيب ترجمة نانسي قنقر